خطة جديدة للحفاظ على التاريخ والأثار تتبناها الحكومة بإعلان رئيس الوزراء عن تطوير القاهرة التاريخية فبعد سنوات أهمل فيها إرثاً عظيماً ومتحفاً مفتوحاً يرجع تاريخه لألف عام تأتي الإرادة للحفاظ على التراث والإعلاء من قيمته القاهرة التاريخية بتعاني من مشاكل كتيرة فضروري لما أتعامل معها أتعامل معها بطريقة متكملة مقدرش أعمل حاجة وأسيب حاجة وهو ده الجديد اللي ورد في الكلام بتاع رئيس الوزراء الأسبوع اللي فات فكرة أن أنا أولاً بحافظ على وجود السكان في المنطقة وبالعكس بسكنهم في بيوت بديلة لو في مشاكل في البيوت بتاعتهم بحافظ على النسيج العمراني يعني شكل الشوارع والنشاطات الموجودة إلى قيره وبرمم كله بطريقة متكملة وكان حاجة مهمة جداً برضو قالها هي فكرة أن فيه كيان بيودير القاهرة التاريخية من الألف لليع سبع مناطق داخل القاهرة القديمة سيبدأ العمل على رفع كفاءتها وتطويرها في إطار الحفاظ على نسيجها العمراني وتأهيلها لاستقبال السياحة التي طالق بتاريخها وضمن مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع والمساحات العامة بجانب تطوير متحف الحضارة ومحيطه في المنطقة التي ودرجت على قائمة الطراث العالمي منذ أربعين عاماً المبادرة اللي أم بها معالي رئيس الوزراء يعني أسعدت متهيئة لكل المعمريين والمخططين والإعلاميين والمتخصصين لأنهم حسوا أنه في بداية جيدة أنه نهتم بقاهرة تاريخية مثلا اللي كانت بتدت تتدور بتدت يحصل عليها تعديات فدي حاجة النهاردة إحنا كده على الأقل تحطينا على الطريق أنه نضمن أن هذه المنطقة هتأخد تاني المكانة اللي تستحقها مش بس على المستوى المحلي بس كمان على المستوى العالمي لأنه ده تراث عالمي يجب يعني أنه نحن نحفز عليه لأنه كمان بيعمل لنا دخل في السياحة ويعمل دخل قومي مهم للحرف إحنا مش بنكلم بس النهاردة حتى على المباني أو على الجوامع الأديمة أو المساجد أو المنشآت نحن نتكلم على حرف قديمة نتكلم على عدات وتقاليد نتكلم على تراث لازم مادي وغير مادي فنأمل إن شاء الله أنه كل المناطق اللي بيحصلها تطوير زي الجمالية أو الضرب الأحمر تكون على المستوى اللي تستحقه لأن المدينة دي تستحق الحقيق 22 ممياء ملكية من بينها الملك حتشبسوت والملك رمسيس الثاني سيشهد العالم نقلها في حدث جلل إلى متحف الحضارة الذي تحيط به مناطق القاهرة التاريخية إضافة ضخمة لعملية تطوير تشهدها بقعة من العالم كانت شاهدا على التاريخ ولازالت تحمله على قدران مبانيها في عملية تشاركها الدولة من خلال كيان مؤسسي مع أهم المعمريين المصريين